من جانبه أشاد رئيس نادي الاتحاد حمد أصنيع على آداء فريقه ضد الأهلي منتقداً بالوقت نفسه حكم اللقاء بتجاهله ضربة الجزاء أيضاً نشاهد نعتقد أنه اليوم الرجال الاتحاد قدموا كل شيء يعني حاولوا وقاتلوا وكذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى في النهاية هذه كرة القدم بتاتل بعطيها نعتقد أنه بالفعل يعني كان احنا خسرنا النبرة هذه بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى برضو أنا برجع وقول أنه برضو أخطاء تحكمي اعتقد فيه بلنتي واضح في آخر المباراة الحكم الجرى اللي كانت موجودة عنده في إعطاء البطاقات الصفراء لعب الاتحاد ما شفناها في الجهة المقابلة بنفس الدرجة وبالتالي كان فيه بلنتي واضح قدام عين الحكم ما فيه أي عاقة قدامه لكن نقول الحمد لله شكر للرجال الاتحاد شكر للجمهور والأسرة الاتحادية اللي حضرت اليوم وساندت فريقها وهذا شيء ما مستغرب أبداً إن شاء الله بإذن الله الاتحاد ما شيء في الطريق الصحيح ما وصلنا لشيء اللي يبغى لكن إن شاء الله في الطريق الصحيح